احد العلماء في قم نقل لي هذه القضية حول مفاتيح الجنان نقل أن الشيخ عباس القم رحمة الله عليه هذا أخذ كتاب مفاتيح الجنان ألفه ويمكن هذه القضية تبين لنا جانب أن الله تعالى ليش جعل البركة في هذا الكتاب تروح إلى مشهد الحرم مملوء بمفاتيح الجنان تجي إلى قوم في السيدة المعصومة في حرمها مليئ بمفاتيح الجنان تروح إلى سوريا تروح إلى بقاع الدنيا شرقا وغربا مفاتيح الجنان حقيقة شلون بركة شلون توفيق كان يقول أجي أخذ مفاتيح الجنان إطال لصاحب المطبع قال اطبع هذا الكتاب صاحب المطبع أخذ الكتاب بكرة أجي قال اعطيني هذا الكتاب مفاتيح الجنان عندي شغل وثم أعيده إليك صاحب المطبع أخذ مفاتيح الجنان وإطال مار يوم يوميين ثلاثة يام شهر شهريا وصاحب المفاتيح لا يعيد المفاتيح بعد انقضاء عام كامل اجي صاحب المفاتيح الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه اعطى المفاتيح قال اتفضل اطبع قال ليش شيخنا أخذته عام كامل ليش قال في الواقع أنا شفت أن يطبع هذا الكتاب وأنا مو عامل بهذا مو صحيح أنا فكرت أعمل بكل ما في المفاتيح عام كامل عملت بما في المفاتيح من أوله إلى آخره الآن اتفضل اطبع هذا الكتاب الله جعل البركة في هذا الكتاب مفاتيح الجنان بأعمال يوم يوم أول شهر رمضان ثاني شهر رمضان كل يوم بعمل هذا الشهر نجعله شهر مفاتيح الجنان واحد يقرأ مفاتيح الجنان من أوله إلى آخره حسب المناسبات بتوجه بالتفات حقيقة الدعاء يصنع روح الإنسان ترجمة نانسي قنقر